التحول الكبير الذي جرى في حياة أبي ذؤيب الهذلي بعد إسلامي ورجل برز بروزا غير عادي وكان بروزه العجيب هذا الرجل الذي يفيض بالمشاعر اتعرض لمأساة حقيقية مأساة الفقد وهؤلاء طبعا هو معيل يعني حتى قيل إن له أكثر من عشرين من الأولاد والبلاث أولاد ذكورا وإناثا وله من أزواج بناته له أحفاد من بناته وأبنائه وكان له أكثر من ستين نفسا حوالي ثلاثة وستين يعني أخذتهم الطواعين وقتلتهم قبل حادثة أبنائه الشهيرة التي قال بمجبها القصيدة العينية فالرجل يعني كان يتصبر على كل هذا الأمر وكان يعني يلبس أحسن الثياب وكان يتطيب بأحسن الطيب ويظهر للناس التجلد وتجلد أني لريب الدهر لا أتضاد حتى جاءت تلك المأساة الكبرى بفقد أولاده هذا أثرت عليه بنظرته إلى الأمور بسوداوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر